أعربت ألاء شافعي ابنة قرية الحجاب بغرب أسوان عن سعادتها الغامرة وأسرتها بعد تكفل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجهيزها بجهاز كامل قبل زفافها بثلاثة أشهر كانت العروس قد فقدت منقلتها في الأمطار والسيول الأخيرة ووجهت الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور زفافها متمنية أن يكون الرئيس شاهدا على عقد قرانها وأعرب والد العروس عن عميق شكرهما للرئيس السيسي مشيرين أنهما لم يتوقع أن تكون الاستجابة بهذه السرعة وأعتبر أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية هما كانت بمثابة عيدا للجميع قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر عندنا ودعيته الفرحي ووعدني أن كل حاجة هتخلص قبل فرحي بإذن الله وفعلا حياة كريمة ما سبتنيش لحد أمبارح كانوا معايا ونزلوا تعبوا معايا واشتروا اشتروا كل جهازي جابوا لي المطبخ البتجاز الغسالة العجانة المراتب كل حاجة جابوها لي الحمد لله وربنا يجبر بخاطرهم زي ما جبروا بخاطري ويجبر بخاطر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي حصل أن البنت كانت موجودة في المؤتمر وزياني تقول يعني كلمته هو بصراحة يعني كان إنسان معها وسمعها فودي وقت رغم أنه رغم ضغوطه ورغم أنه عنده مية وعشرة مليون يعني يدي لمواطن بسيطة أو مواطنة بسيطة وقت كافي أنه يتكلم معاه فده هو ده بصراحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان